كان أهل مدين قوما من العرب يسكنون مدينة تقع في أطراف الشام تسمى مدين وكانت قريبة من قرى قوم روت وكانوا قفارا يعبدون شجرة من دون الله تسمى الأيكة وكانوا كذلك من أسوأ الناس معاملة ينقصون المكيال والميزان ويبخسون الناس أشياءهم ويغشونهم ويتعاملون بالربا ويقطعون الطريق ويتوعدون المارة ويأخذون الضرائب فبعث الله فيهم رجلا منهم وهو شعيب عليه السلام وكان من الأنبياء العرب وهم أربعة هود وصالح وشعيب ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسمي شعيب بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته في دعوة قومه فقدوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر شعيب قال ذاك خطيب الأنبياء لمراجعته قومه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا كان قوم مدين أصحاب تجارة وبيع وزروع زاع صيتهم بين القبائل بسبب وقوع مدينتهم في طريق التجارة ما بين الشمال والجنوب في شبه جزيرة العرب إلا أنهم كانوا لا يتورعون عن مهاجمة القوافل الرحل والإغارة عليها فانتشر في مدين الكثير من قطاع الطرق الذين يهاجمون القوافل ويسلبون ما لديها من تجارة فما كان من نبي الله شعيب عليه السلام إلا أن راح يعظهم ويدعوهم للإيمان بالله وأن لا يشركوا به شيئا فهل استجابوا لدعوته أم كانوا من الكافرين لقد تأخرت القافلة كثيرا أرجو أن لا يكون قد أصابهم مكروه كان من المفروض أن تأتي القبيلة منذ الظهيرة والآن الشمس في طريقها إلى المغيب أتعتقد بأن الأزرق ورجاله قد هاجموا القافلة؟ هذا أمر غير مستبعد فكم عهدنا منه مثل هذه الأفعال الأزرق ومن معه بلاء علينا وعلى العرب كافة ولكننا قد أخذنا العهد عليه بأن لا يتعرض لقوافلنا الآتية من الشمال على أن ينال منها نصيبة ليس للأزرق عهد يا رجل فمنذ متى يؤخذ بعهد قطاع الطرق واللصوص؟ صدقت يا رجل صدقت فليس لهؤلاء عهد ولا وعد يا قوم يا قوم لقد استولى الأزرق ورجاله على القافلة الآتية من الشمال ألم أقول لك ليس للأزرق عهد ها قد فعلها مرة أخرى يا لهول مصيبتنا هذا الأمر ما عاد يحتمل لقد بارت تجارتنا وضع الأمان بيننا بسبب هؤلاء الرجال ليس وحدهم يا رجل فلقد امتلأت مدين بقطاع الطرق واللصوص ولا أرى سبيلا لإصلاح هؤلاء الرجال لا سبيل لذلك الغنائم نفيسة حقا هذه المرة حرير وأقمشة مختلف ألوانها زينة كثيرة وعاج أبيض نفيس وجلود لكافة الحيوانات إنه صيد ثمين فضلا عن الخيل والإبل والماشية التي بالخارج صيد ثمين يا أزرق لم يكلفنا جهدا فعدد الرجال كان قليلا لا تختلف الغنائم كثيرا عن المرات السابقة ولكنها أتت بلا جهد كالسابق هذا لأن هؤلاء الأغبياء وافقوا في قولك أتظن بأن تجار مدين سيسكتون هذه المرة؟ ولم لا ولكن هناك عهد بينهم وبيننا بأن نستحل قافة القوافل عدى قوافلي مديا اللصوص ولا عهد لهم يا رجل فمثلونا لن يكون لهم عهد في يوم من الأيام قحطان أود تباكرا على غير عادتك حدث ما توقعته يا زوجتي خيرا ماذا حدث لقد أغار الأزرق ورجاله على القافلة الآتية من الشمال فقتل الرجال وأخذ كل ما فيها من تجارة ولم يبقى لنا شيء ماذا ألم يكن هناك عهد بينكم تجار مديا وبين الأزرق ورجاله لقد توقعت أن يحدث هذا وما العمل الآن هذا يعني بوار تجارتكم رأيت أنه لا سبيل لنا إلا أن نذهب إلى شهبانة شهبانة وما الفرق إذن إنها طريضة مثلها مثل الأزرق تسكن الجبال وتقطع الطريق بل إن سمها ربما يكون أشد من سم الأزرق ولهذا السبب سنذهب إليها لا أفهم ماذا تريد أن تقول ليس أمامنا حل غير الاتفاق مع شهبانة بأن تحمي تجارتنا من الأزرق ورجاله على أن نعطيها نصيبا من كل قافلة تمر من هناك وهل ستوافق هي على مثل هذا الأمر؟ هذا ما سنعرفه حينما نزورها يا مرمرة أو ستذهبون إليها في كهفها يا قحطان؟ وهل لنا سبيل آخر يا زوجتي؟ هل سمعت يا شهبانة عما حدث اليوم بقافلة الشمال؟ فعلها الأزرق كعادته واقتنس الغنيمة وحده وهل سنتركه يهنأ بها يا شهبانة؟ إنه صيده يا ماكث صيده وليس لنا فيه نصيب فالصيد لمن سبق إذن يكون له الغلبة والسيادة وحده على طريق القوافل ومن قال إننا سنسمح له بذلك؟ سيكون الصيد القادم من نصيبنا هذا ما قد عزمت عليه وماذا إن أراد نصيبا لنفسه وأراد أن يقاسمنا نصيبنا؟ نرجعه نرجعه حينها عن وساوس شيطانه ومن لم يردعه القول ردعه ماذا؟ السيف ولكن مدينة قد ضاقت زرعا وأغشى أن يزداد الغضب منهم على أهل الجبال ليس لأهل مدينة حيلة سوى الطاعة فهذه تجارتهم وهذه ضريبتنا كما أنهم يكسبون أضعاف ما نكسب أليسوا من المطففين؟ الذين يخدعون الناس في الوزن والمكيال؟ ألا يفعلون ذلك كل يوم دون أن يلومهم أحد؟ إذن فليس لهم حق علينا فما نفعله نحن أسياد الجبال هو حقنا ولا فضل لأحد علينا فيه صدقت يا كبيرة الجبل ولتكن القافلة القادمة من نصيبنا والنرى لمن الغلبة ها قد علمت بما حدث يا عقبة فماذا ترى؟ الرأي شور يا قحطان وإن كنت أرى أن أمر شهبانة لن يفيدنا فنحن حينها كمن يستعين بالحطب لإخماد النار أماذا ترى أنت يا فارد؟ أخشى ما يخشاه عقبة فأمر شهبانة ليس بيسير فهي بلا عهد كالأزرق ورجاله ولا سبيل في كسب ودها إنها كالحية التي تغير جلدها كل يوم وإن لدغتها لهي الموت المحقق ولكنه الطريق الوحيد أمامنا وإلا بارت تجارتنا وجلسنا في بيوتنا كالنساء فأشير علي يا كبار تجار مدين في أي طرق نسير؟ هل فكرتم في أمر شعيب؟ ها؟ شعيب؟ وما شأنونا بشعيب؟ إنه رجل يهدي يدعي بأنه نبي من الرب وأنه آتى لينشر الفضيلة والأخلاق وهذا ما نريده يا عقبة فاستر كلامك يا فارد ماذا تريد أن تقول؟ إن دعوة شعيب هي غاية ما نريد فبمثل قوله ينصلح الحال ويهب الناس لمحاربة الغش والجور والفساد بدعوة شعيب نستطيع أن نقضي على الأزرق وشهبانه فلا يكون له موجود في مدين بعد ذلك ولكن هذا يتطلب أن نؤمن به وبرسالته يا فارد لا لن يولى علينا ولكن في قوله النجاة لنا ولتجاراتنا يا عقبة أنا لا أرى ذلك ولا أنا أيضا دعك من أمر شعيب ودعوته ولنعود لأمر شهبانه أخبروني ماذا أنتم فاعلون؟ لقد اقتربوا يا شهبانه لا تهجموا حتى تسمعوا الأمر مني اجمعوا الغنائم كلها وأرسلوها إلى الكهف أما هؤلاء الرجال فهم أسره لا يتركون إلا بفدية أمرك يا كبيرة الجبل بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين أمين راح نبي الله شعيب عليه السلام يدعو الناس في الأسواق وفي الطرقات بأن يعبدوا الله الواحد القهار وأن يترقوا تلك الأيكة التي يعبدونها من دون الله وأن يتقوا الله في بيعهم وشرائهم عسى أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويتوب عليهم ويتقبلهم في عباده المخلصين كان نبي الله شعيب عليه السلام لا يكل ولا يمل من دعوة الناس رغم قلة المستجيبين يدعوهم بالغداة والعشي ولكن دون فائدة فظلوا على رفضهم لدعوته والاستهزاء به وبقوله وكانوا له من المكذبين ماذا سنفعل بهؤلاء الأسرة يا شهبانة؟ وما الذي اعتدنا فعله مع الأسرة؟ أخذوا الفداء من قومه فإن لم يفده أحد بيع في سوق العبيد وهذا ما سنفعله أيها الأبلة ولكن هؤلاء ليسوا من مدين إنهم من قبائل الشمال إذن فلينتظروا هنا حتى يأتي من يدفع فديته أخشى من تقلب القبائل علينا يا كبيرة الجبل من خدعه شيطانه ووسوس له بمهاجمتنا فلينزل عليه عقابنا حتى يكون عبرة بين الناس إذا سمحت لي كبيرة الجبل بالحديث فلدي ما أقوله تحدث أيها الغريب ولا تطل تعلمين سيدتي بأن قبيلتنا في الشمال ولا أحد لنا هنا وربما لا يعلم أحد منهم بمصائرنا فإن تعطفت علينا هو تركتي أحدنا يذهب ليحضر فدية الأسرة يا رجال شهبانة ما رأيكم فيما سمعتم؟ كلام جيد ورأي صائب فنحن لا نريد إلا المال وهم لا يبتغون إلا الخلاص هل هذا رأيك يا ماكث؟ الرأي رأيك يا كبيرة الجبل فليذهب أحدهم ويحضر الفدية وإن لم يفعل قمنا ببيع كافة الرجال في سوق العبيد إذن فكوا قيده ودعوه يذهب بوركت يا كبيرة الجبل ولكن اعلم أن من يخدع شهبانة يكون مصير رأسه أسفل نصل السيف أمامك ثلاثة أيام لتحضر فدية أقرانك أتسمع؟ السمع والطاع يا كبيرة الجبل إلى أين يأخذنا هذا الطريق؟ عن أي طريق تتحدث يا ثائر؟ عن هذا الطريق المظلم الذي تسير فيه مدين عن هذا الفساد الذي راح يملأ الأرض ألا ترى بأم عينك كيف صار الحال يا صديقي؟ نحن نعيش في أسوأ عثور مدينة وأشدها ظلمة نعم، ولكننا بفضل الآلهة في مأمن من هذا البلاء فليس لنا إلا أغنامنا ومرعانا فلا خوف علينا ولا على أرزاقنا ليس هناك أحد بمأمن من البلاء يا صديقي كلنا أسفل سن الرمح والخطر يحيط بنا من كل جانب ولكنك أنت من تغمد عينك ما الغرض من حديثك هذا؟ شعيب هو الخلص لنا ولمدينة من كل هذه الأثام هو النجدة الإلهية لنا ولقومنا كيف هذا؟ أم أنك مصدق لقوله بأنه نبي مبعوث من الرب؟ وهو كذلك بالفعل، هو نبي حقا وصدقا ويقينا لا، أنا لا أصدق ما تسمعه أذناي أآمنت بشعيب ودعوته يا ثائر؟ بل هداني الله لفضله يا صديقي وأرجو أن تسير معي في هذا الطريق ولكني لا أعلم شيئا عن دعوته ولم أسمع منه من قبل سأعلمك كل شيء، بل وسأصحبك إليه ولكن فكر أولا يا صديقي فأنا لا أريد منك الإجابة الآن وغدا نكمل حديثنا إن شاء الله قحطان، مرحبا يا زوجي العزيز أخبرني، ماذا فعلت مع تجاري مدين؟ اتفقنا على ما عزمت عليه والذي حدثتك به في السابق هل ستذهبون إلى شهبانة في كهفها في أعالي جبال مدين؟ نعم، سأذهب أنا وفاردوا عقبة وحدكم يا قحطان، دون أن يحميكم أحد؟ لا، بل سأتي معنا بعض رجال أقوامنا فسكان الجبال لا أمان لهم كما تعلمين ولكني أخشى عليك، فنحن ليس لنا غيرك وهذا سفر مليء بالأخطار ليس أمامنا سوى هذا الطريق يا مرمرة ولنرى بعد ذلك كيف سيصير الحال بكم هذا ثوب؟ بعشرة دنانير فقط إنه قماش من بلاد فارس لا مثيل له في مدين عشرة دنانير؟ لقد اشتريت مثله بثلاثة دنانير فقط ربما لم يكن القماش من بلاد فارس مثل هذا الثوب بل كان من بلاد فارس أيضاً إذن ربما لم يكن بنفس هذه الألوان الزاهية الجميلة بل هي الألوان بعينها إذن فمن المؤكد بأن الثوب لم يكن مترازاً كما هو الحال في هذا الثوب البديع بل هو نفس التطريز بعينه حتى إنه لا يوجد أدنى اختلاف بينهما ربما اشتريته إذن من زمن بعيد بل من تسعة أيام فقط إذن فقد غشك التاجر وأخبرك بأن ذاك الثوب من بلاد فارس وهو ليس كذلك إذن فأنت تشهد على نفسك بالكذب والغش فأنت من ابتعت لي ثوبي قبل تسعة أيام ماذا؟ لا لا ربما أخطأت حينها وأعطيتك ثوباً من الكتان أو ربما اختلط علي الأمر لا لم يختلط عليك الأمر بل أنت تاجر غشاش مثلك مثل أغلب هؤلاء القوم ليس لكم ذمة ولا عهد تغشون السلع وتبخسون المكيال أف لكم ولأخلاقكم ثائر إلى أين أنت ذاهب؟ إلى البادية سألتقي هناك بمعول وراشد خيراً يا ترى ليس بعادتك أن تلتقي بهما ليلاً فلقد كنت معهما في المرعى طوال النهار سأخبرك حينما أعود يا شجاعة فلم يعد الأمر سراً إذن هناك أمر ما تخفيه عنه يا ثائر؟ إنها مجرد أحاديث لم تصل بعد للخبر اليقين أحاديث؟ عن ماذا؟ وعن أي خبر تتحدث؟ ماذا هناك يا ثائر؟ ما الذي تخفيه عني؟ اجلسي يا شجاعة فقد حان الوقت لأبلغك عما يدور بعقلي وأسأل الله أن يشرح قلبك للإيمان خيراً يا ثائر تحدث ولا تخشى شيئاً هل سمعت عن أمر شعيب ودعوته؟ سمعت القليل فأنت تعرف قومك يسفهون من أقوال الحكماء والصالحين إذن أنت تعرفين بأن شعيباً من حكماء مدين؟ بالطبع فهو خير رجالها وأشرفهم نسباً من أجل هذا قد عزمت على أمر أرجو أن تساعدينني عليه تحدث قل ما في قلبك لقد آمنت بشعيب وربه وبرئت مما يعبد الناس ومما يشركون وإني لا أرى بأن سبيل النجاة معه ولا سبيل مع غيره فهو النبي المرسل وطريقنا معه طريقاً إلى الجنة بإذن الله ونعم القول يا ثائر ونعم القول أوراضية أنت يا شجاعة عما قلت؟ كل الرضا ووالله إني قد آمنت بشعيب وربه إلا أنني أخفيت الأمر عنك مخافة أن تغضب وها قد اهتديت للحق فالحمد لله على فضله ونعمته شرح الله صدرك يا زوجتي للخير وبارك فيك كم أنا سعيد الآن يا شجاعة اذهب يا ثائر عسى أن يشرح الله صدور أصدقائك للإيمان على يدك ما رأيك يا راشد في قول ثائر؟ هل ترى شعيباً كما يراه هو؟ من منا في مدينة ينكر فضل شعيب على قومه فهو من أحسن الناس خلقاً وأشرفهم نسباً ولم نعهد عليه الكذب قط وإني ورب السماء والأرض لمؤمن به منذ زمن إلا أن خوفي كان يمنعني من الحديث معكما وإبلاغكما بما في صدري أأنت أيضاً يا راشد؟ إذن أنا وحد الذي لم يؤمن به كيف لكم أن تؤمن بشعيب دون أن تتحدث معي؟ وأنتما أقرب الناس إلي ماذا كان ظنكما بي؟ كل الخير إلا أن كل شيء يأتي بأوان وها هو ثائر قد حضر إذن فالنار ما في جعباته عمت مساءاً عمت مساءاً يا ثائر لقد تأخرت قليلاً والله ما منعني عنكما إلا أمر مهم نرجو أن يكون خيراً هو خير والحمد لله لقد آمنت زوجتي بشعيب ودعوته وكم سعدت بهذا النبأ الذي أدخل السرور على قلبي هي أيضاً؟ لا، يبدو أنني غافل حقاً الحمد لله الذي هدانا جميعاً جميعاً؟ ماذا تقصد يا راشد؟ لقد آمنت أنا أيضاً يا ثائر وها أنا أعلنها أمامكما أشهد أن لا إله إلا الله وأن شعيباً نبي الله اللهم لك الحمد والمنة بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وفي ساحة مدينة مدين كان نبي الله شعيب عليه السلام يدعو الناس رغم عزوفهم عنه يخبرهم بآيات ربه ويخبرهم بغاية رسالته والتي هي غاية كل أنبياء الله من قبله وهي أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن اتقوا الله وأصلحوا في القول والعمل كان يحدثهم عن عاقبة الأقوام السابقة وكيف كان عذاب الله لهم تلك الأقوام التي سمعوا عنها من آبائهم وأجدادهم إلا أنهم لم يتدبروا وكأنهم بمأمن عما أحل بالسابقين فأخذ يدعوهم ثم يدعوهم فلا يستجيب له إلا القليل ترجمة نانسي قنقر 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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم صدق الله العظيم وأخذ شعيب يذكرهم بنعم الله عليهم وكيف كثرهم بعد أن كانوا قلة وحذرهم من عاقبة من خالف أمر الله فقال بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين صدق الله العظيم يا له من طريق شاق إنه طريق الهلاك يا عقبة نسأل الآلهة أن نخرج منه على خير صدقت يا قحطان فلا يوجدها هنا بئر ماء واحد أي أرض ملعونة تلك يا رجال فلنسترح قليلا فلقد أرهاقنا الصفر ها أنا قد علمت الآن لما لا يعود من يأتي إلى هنا فحتى إن أطلقوا صراحة لن يجد شربة ماء واحدة وستأكله السباع والذياب لا محالة هذا إن لم يمت من الخوف يا عقبة فالمكان موحش أتساءل كيف يعيش هؤلاء اللصوص هنا وكيف تكون حياتهم وسط هذه الجبال لقد ألفوها وألفتهم عقبة إذن دعونا نتزود بالطعام والشراب حتى نقوى على تكملة الطريق انتشر الغش وبخص المكيال بين الناس في مدين فلم يكن أحدهم يتورع عن سرقة أهله وأقربائه وعشيرته بل إن هذا الحال أصبح هو السائد بين الناس فلا ينهى أحد عن منقر ولا يأمر أحد منهم بمعروف فلما جاءهم نبي الله شعيب عليه السلام برسالته أمرهم بأن يعبدوا الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا وأن يتقوا الله بينهم فلا يجور أحدهم على حق الآخر كذبوه ورفضوا دعوته ولم يسمع له إلا القليل من أنتم؟ وكيف وصلتم إلى هنا؟ وما الذي أتى بكم إلينا؟ على رسلك يا رجل فلقد أتينا في خير خير؟ إذن أنت لا تعرف إلى أي ضروب الجحيم أخذتك أقدامك يا هذا؟ بل أعرف جيدا أين نحن أبلغ شهبانة بأن وفدا من تجار مدين قد أتى للحديث معها في أمر مهم أو تعتقد يا تاجر مدين أن مقابلة كبيرة الجبل أمر سهل هكذا؟ لم يكن سهلا على الإطلاق فلقد واجهنا الموت عدة مرات حتى وصلنا إلى هنا لا تحاول إخافتنا يا رجل وأبلغ شهبانة بما قد أبلغناك به وسننتظر هنا حتى تأتينا الإجابة لم أرى رجالا أحرص على الموت منكم فليكن لكم ما طلبتم انتظروا هنا وسأعود إليكم بعد قليل نسأل الآلهة أن تيسر لنا أمرنا وينقضي هذا الأمر على خير الأمر كله شر يا قحطان ولكنه شر لا بد منه نسأل الآلهة السلامة أخبرني يا ثائر هل التقيتم بنبي الله؟ دعيني أسترح أولا من عناء الطريق يا زوجتي ثم أسألي ما تريدين الحمد لله لقد التقينا بنبي الله شعيب عليه السلام وكم سعدنا بلقائه وكم سعد هو بنا وتلطف في الحديث معنا عليك سلام الله يا نبي الله أخبرني يا ثائر ماذا قال لكم نبي الله؟ أمرنا بأن نشهد بوحدانية الله ولا نشرك به شيئا وأن نؤمن بكافة أنبيائه ورسله ولا نفرق بين أحد منهم وأن نتقي الله في أقوالنا وأفعالنا فإن التقوى هي مفتاح رضا الرب وأن نصبر على ما سيصيبنا من أذى الناس هل أبلغكم نبي الله أنه سيصيبنا الأذى؟ يا شجاعة ما كان لأحد لينتهج منهج الحق في أرض يعمها الباطل إلا وأصابه الأذى والضرر من الناس إنها سنة الله في الأرض لذلك أعد للمتقين جنة عرضها السماوات والأرض وأعد للكافرين نار الجحيم فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين إن كان الأمر هكذا إذن نصبر ونحتسب إن شاء الله خبر مهم يا أزرق تحدث يا مارك ما الذي حدث؟ كنت بالقرب من سفح الجبل فرأيت رجالا يصعدون نحو كهف شهبانة فتبعتهم ثم ماذا يا مارك؟ تكلم يا رجل ولا تتنكأ في الحديث وماذا كانت هيئة هؤلاء الرجال؟ بدى عليهم الفضل والنعمة يا أزرق يبدو أنهم من كبار رجال مدين وما شأن شهبانة وهؤلاء الرجال؟ ومنذ متى ورجال المدينة يتجرؤون على صعود الجبل؟ ولماذا ذهبوا إلى تلك المرأة الخرقاء؟ ولم يأتوا إلينا نحن؟ وهذا سؤال مهم أيضاً إن هذا الأمر مريب ولا أظن أن بي خير جراءة تحسدون عليها ولكني أتساءل أهي جرأة؟ أم ضرب من الجنون؟ جئناك في خير يا سيدة الجبل فاسمعي منا ثم حكومي بعدها ما شجاع أيضاً إذن حدثني أيها الشجاع هل سمعت من قبل عن أحد من أهل مدين جمعه حظه السيء بشهبانة كبيرة الجبل وعاد لأهله مرة أخرى؟ ربما يكون حظك السعيد أن حالتي المزاجية جيدة اليوم وإلا كانت رأسك أسفل قدميك الآن فلم يجرء قبلك أحد من أهل مدين أن يقف أمامي كما فعلت أنت بمنتهى الجرأة والآن أخبرني يا شجاع قومك تكلم ما الذي أتى بك إلى هنا؟ إلى عرين سيدة الجبل عهد يكون بيننا وبينك عهد؟ بينكم وبيني؟ ومن أنتم؟ كافة تجار مدين كبارها وصغارها وأي عهد هذا؟ الذي تضحون بأنفسكم من أجله؟ ها؟ تعرفين يا سيدة الجبل بأننا قد عهدنا الأزرق على أن لا يعترض قوافلنا وأن يكون له منها نصيب ولكنه غضر بنا وأخلف عهده وما شأن أنا بذلك؟ أنا لا ولاية لي على الأزرق ولا هو له ولاية علي بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله انتشر خبر مدين بين القبائل والمدن الأخرى فعرف عن أهلها الغش والكذب كما عرف بأن منهم قوم سوء يقطعون الطريق ويسلبون الأموال ويقتلون الأنفس ولكنهم لم يكترثوا لما يقال عنهم بين الناس بل اعتبروا أن تلك الأخلاق مهارة منهم وتفوق ونبوغ لم يكن أحدهم يكترث من أي الطرق يجمع المال أمن حلال أم حرام فغايتهم هي الدنيا ولا غاية غيرها ولما نصحهم نبي الله عليه السلام وأخلص لهم القول ما نال منهم إلا الوعيد تعرفين يا سيدة الجبل بأننا قد عهدنا الأزرق على أن لا يعترض قوافلنا وأن يكون له منها نصيب ولكنه غضر بنا وأخلف عهده وما شأن أنا بذلك أنا لا ولاية لي على الأزرق ولا هو له ولاية علي نعلم هذا يا سيدة الجبل ومن أجل ذلك جئناك ونرجو أن لا تردين خائبين إذن تحدث فيما أتيت من أجله ولا تطل هيا تحدث يكون لنا معك عهد جديد تحمين قوافلنا من الأزرق ورجاله على أن يكون لك منها خراج نقططعه لك وترتضينه وكم هو الخراج يا كبير التجار؟ الخمس إذا وفقت بل الثلث ماذا؟ الثلث؟ هذا كثير يا سيدتي وأنت تطلب الكثير أيضا يا كبير التجار فمعادات الأزرق ليست بالأمر الهين فعلى قدر الربح تكون الخسارة هذه هي قوانين التجارة كما تعلم في هذه الحالة فلن يكون لنا من تجارتنا نصيب فربحنا هو الثلث أو أكثر قليلا عرفت بأنك رجل ذكي منذ أن رأيتك ولكني لم أكن أعلم بأنك ماكر أيضا أتظن أنني أجلس هنا في أعلى الجبل دون أن أعلم بكل ما يدور في مدين؟ أنتم يا معشر التجار تغشون البضائع وتبيعونها بأضعاف ثمنها فتجمعون من المال ما لا يعلمه أحد فعن أي ثلث تتحدث؟ أم أنك أتيت إلى هنا وظننت ودار في ذهنك أنك يمكن أن تخدع سيدة الجبل كما تخدع العوام من الناس ولكن يا سيدة الجبل الأمر هذا ما لدي وكلمة شهبانة لا تتبدل أبدا فأبلغني بردك الآن ولا تكثر في الحديث ما ردك؟ لك ما أردت يا سيدة الجبل على أن تحمي قوافلنا من بطش الأزرق ورجاله إذن فلك مني العهد خذ رجالك وعد من حيث جئتم ولا تتلكعوا في الطريق فعند غروب الشمس تمتلئ الوديان بالذئاب والسباع وأخشى أن تكونوا وجبة شهية لهم هيا اذهبوا لقد قاربت الشمس على المغيب ولم يأتوا بعد لماذا تأخروا هكذا؟ أخشى أن يحل عليهم غضب شهبانة قل خيرا أو اسمت يا رجل فسيعود جميعا سالمين أنا متأكد من ذلك من أين تأتي بهذا اليقين؟ وكل الشواهد تقول عكس ذلك هو ليس يقينا نما هو رجاء فلنتفائل فإن قحطان رجل محنك ولا أظنه قد يقع في أي خطأ يغضب هؤلاء اللصوص حقا لو أتى قحطان بعهد من شهبانة ليكون أن نصرا عظيما لنا نحن تجار مديا انظر هل ترى ما أرى؟ أليس هذا هو قحطان؟ هو بالفعل وبجواره عقبة وفارد ألم أقل لكم يا رجال؟ إن قحطان سيعود سالما إذن فقد أعطتهم شهبانة عهدها هنيئا لنا ومرحى بفرسان مدين المغاوير وأخذ نبي الله يحذرهم من بخص الناس أشياءهم وإنقاص الميزان والمكيال فقال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط صدق الله العظيم فلا تستمروا على ما أنتم عليه فنصحهم بألا يستمروا على ما هم عليه فيمحق الله بركة ما في أيديهم ويفقرهم ويذهب غناهم في الدنيا ثم يعذبهم في الآخرة ذلك خير لهم إن كانوا مؤمنين لذلك قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون صدق الله العظيم أي لا تقطعوا طريق الناس وتخيفوهم ولا تتوعدوهم بأخذ أموالهم من ضرائب وغير ذلك فرد عليه قومه بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد صدق الله العظيم فرد عليهم شعيب بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العظيم والله إني قد يائست من القوم ماذا بك يا ثائر عن أي شيء تتحدث لقد أحزنني رؤية نبي الله شعيب وهو ينصح الناس اليوم في الأسواق وهم لا يأبهون لقوله فمنهم من ينهره ومنهم من يستهزئ به ومنهم من ينصارف لتجارته وكأنه لم يسمع شيئا أين عقول هؤلاء العوام؟ أين؟ أفليتدبرون القول فيفقهون؟ ألا يفرقون ما بين الكذب والخداع؟ وما هو أقرب إلى الفطرة والإيمان؟ كيف هداهم شيطانهم إلى ما هم فيه؟ كيف ساءت أحوال الناس إلى هذا الحد؟ والله إنه لحالي أنا أيضا يا ثائر إلا أنه لا شيء بيدي لأفعله ووالله إني لا أخشى أن أعلن إيماني بالله وبرسوله فينالني من العذاب ما لا أطيقه فأنت تعلم جهالة القوم وظلمهم ولكن إلى متى؟ إلى متى سنظل على هذا الحال؟ إلى أن يشاء الله يا صديقي فعسى أن يكون فرج الله قريب حمدا للآلهة على سلامتك يا قحطان لقد نجوت وعدت إلي سالما حمدا للآلهة فلقد كنا على حفة الموت مرات ومرات لقد حفظتك الآلهة من أجلي إنه النذر نذر؟ عن أي نذر تتحدثين يا مرمرة؟ لقد نذرت لك عشرة من الإبل وعشرة من الشات لكي تحفظك الآلهة من السوء والشر ماذا تقولين يا مرأة؟ أي سفه هذا؟ إياك وأن تبدل القول بعد أن نجتك الآلهة يا قحطان بفضل هذا النذر عدت أنت ومن معك بسلام أيكون هذا هو شكرك للآلهة على فضلها؟ ولكن النذر عظيم عظيم يمرأة دعك من هذه الحسابات فخير الأمر هو قدومك لنا سالما فكم من رجال قبلك قد ذهبوا ولم يعودوا إلى أهلهم أبدا ولكن قحطان كفاك حديثا فما نذر للآلهة لا عودة فيه والآن هيا هيا لكي تتناول طعامك فكم كانت رحلتك شق وهل قبلت شهبانة أن تحمي قوافلكم من الأزرق ورجاله؟ ذلك بعد أن اقتطعت لنفسها الثلث الثلث؟ هذا كثير جدا فما الذي سيتبقى لكم أنتم تجار مدين؟ هذا ما نفكر به لذا أعتقد بأننا سنتفق على رفع الأسعار وغلاء السلع من جديد إن الناس يشتكون من التجار يا فارد وأخشى عليكم من غضبهم هكذا هي التجارة يا زوجتي ولا سبيل لنا غير ذلك ولما لا نرضى بالقليل يا زوجي فنحيا ويحيا الناس معنا وما همونا نحن بالناس يا امرأة فكل منه لا يبحث إلا عن ربحه ورواج سلعته هكذا هو الحال في مدين منذ زمن بعيد وماذا إن نقدت شهبانة عهدها معكم؟ كما فعل الأزرق من قبل حينها تبور تجاراتنا القادمة من أرض كنعان ولا يبقى لنا إلا تجاراتنا مع أهل سبأ وهل تفعل شهبانة ذلك؟ هذا ما نخشاه يا زوجتي فكلهم لصوص لا عهد لهم إلا أننا لم يكن أمامنا سوى السير في هذا الطريق بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله راح الناس يتقربون بالنذور والقرابين لأصنامهم وآلهتهم التي لا تضر ولا تنفع فازدادوا ضلالا على ضلالهم وانتشر بينهم الدجل والتضليل كما انتشر الكذب والغش من قبل ذلك دون أن يعودوا لله الواحد القهار ويستغفروا من ذنوبهم فباتوا ظالمين لأنفسهم فاستحقوا أن يختم الله على قلوبهم بما قدمته أيديهم وبظلمهم لأنفسهم سمعت عن أمر ضاوية وذلك النذر الذي نظرته مرمارة زوجة كحطان نعم سمعت فالخبر يملأ أرجاء ماديا الكل يتحدث عن أمر النذر وكرامات ضاوية يبدو لي أنها حقا تعلم الغيب إذن يجب علينا أن نزورها نحن أيضا عسى أن تقني لنا حوائجنا مثل ما فعلت مع قحطان ومن معه أما زلتما هنا؟ وإلى أين سنذهب يا راجل؟ إلى صومعة ضاوية فالناس قد تجمهرت هناك الكل يسألها النذر على أن تغضي لهم حاجتهم هذا ما كنا نتحدث فيه منذ قليل يبدو أن أمر ضاوية بات هو الشغل الشاغل لأهل مدين ويبدو أن أمرها سيسود في الأيام القادمة إذن هيا بنا نحن أيضا لنرى إلى أين سيسير الناس فنسير معهم هيا هيا بنا يا لخيبة رجائي في مدينة وأهلها كيف يصدق الناس الكذب بهذه السهولة؟ أين عقولهم؟ أيعقل أن يصدقوا مثل هذا الغراء ويكذبوا نبي الله؟ استغفروا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله لقد ضل الناس ضلالا بعيدا لقد انتشر أمر ضاوية كالنار في الهشيم الأمر لا يبشر بخير إني أخشى العاقبة ليس علينا إلا أن نتبع الحق يا صديقي هذا هو سبيلنا الوحيد وإن ضاع الحق بين الناس فماذا نفعل؟ نترك الناس ونكمل مسيرنا نحو الحق هذا ما تعلمناه من نبي الله عليه السلام صدقت يا أخي صدقت ليس لنا إلا ذلك أين كنت يا امرأة؟ كنت عند سيدة النذور ضاوية المباركة أضع نذري وأرجو القبول والرضى سيدة النذور؟ ومن هي سيدة النذور؟ كيف لا تعرفها؟ وهي من أنقذتك أنت ومن معك يا عقبة عمن تتحدثين يا امرأة؟ تكلمي دون ثرثارة إنها ضاوية خادمة الآلهة وسيدة النذور ضاوية؟ تلك الدجالة التي تسكن على أعتاب مدين؟ بركت يداها وحفظتها الآلهة من الشرور كفاك هذيا يا امرأة ودعك من هذه الخرفات التي يتداولها الناس فلم ينجنا مما كنا فيه إلا الدكاء والحيلة ولولا ذلك لكنا الآن طعاما للسباع أما زلت تمكر فضلها عليكم؟ تكررين ثرثارتك مرة أخرى أي فضل لهذه الدجالة علينا؟ مسكين هو قحطان ابتلته الآلهة بزوجة بلهاء وإياك أن تفعلي مثلها ها؟ ها أنت كما عهدتك لا تقبل بالحق أبدا كفاك تكذيبا يا عقبة فقد اتبعها كل أهل مدين حق؟ أي حق هذا يا امرأة؟ قلت لك بأنها دجالة وكاذبة تتلاعب بعقول الناس وتستغل سذاجتهم وضحالة عقولهم وأنا أحذرك من الذهاب لها مرة أخرى يا سحاب ما؟ أفهمتي؟ هناك أمر خطير يحدث في المدينة ويجب أن أخبر به سيدة ضاوية بمجرد أن تنتهي من خلوتها لقد استفحل أمر شعيب ترى هل أخبرتها الآلهات بما يحدث؟ أن شعيبا ما زال يدعو الناس في الأسواق وقد اتبعه بعضهم إنهم يلتفون حوله ليل نهار ويدعون الناس للإيمان به وبدينه الجديد أيا كان الأمر فلن أبرح مكاني حتى تنتهي سيدتي من خلوتها يجب أن تتوقف دعوة شعيب سريعا حتى لا تغضب الآلهة علينا نعم يجب أن تتوقف هذه الدعوة وتنتهي إلى الأبد اجتمع المؤمنون قبل غروب الشمس وتوجهوا إلى بيت نبي الله شعيب عليه السلام ليتعلموا بين يديه كل ما ينفعهم في الدار الدنيا وفي الآخرة يقص عليهم قصص الأولين لتكون لهم عظة وعبرة ويفقهم في دينهم فيطلح لهم الحلال من الحرام ويخبرهم بأن الله ما كان ليترك قوما إلا وأرسل إليهم أنبياء ورسلا ومبلغين عنه ليهدوا الناس للحق فإن الله هو الحق وغايته الحق وسبيله الحق عمت صباحا يا قحطان عمت صباحا يا فارد زيارة مبكرة على غير عادتك منعني القلق من الجلوس وحدي فأردت أن أشاركك حديثي عسى أن تخفف عني وتزيح هذا الخوف من قلبي وما الذي يخيفك هكذا يا فارد؟ أتسأل حقا يا قحطان القافلة على أعتاب مدين وهي محملة ببضاء عثمينة وضعنا فيها أموالا كثيرة كسابقيها وما في ذلك يا رجل؟ إنها تجارة مهنتنا ومهنة آبائنا يجب أن تقوي قلبك أواثق أنت إلى هذه الدرجة يا قحطان؟ أم أن هناك شيء آخر لا أفهمه؟ دعك من الشكوك ليس هناك شيء نخفيه عنك ألم نأخذ العهد من شهبانه؟ فلماذا الخوف إذن؟ وهكذا فعلنا من قبل مع الأزرق فما كانت النتيجة سرقت ونهبت قوافلنا الواحدة بعد الأخرى حتى ذاق الحال وقلت الأرزاق إن شهبانه كغيرها من اللصوص الذين ملأوا مدين وأحاطوها من الشمال والجنوب أعلم بأنهم لصوص ولا عهد لهم ولكني أظن بأن شهبانه لن تضيع تلك الفرصة من بين يديها وماذا لو علم الأزرق بعهدها معنا؟ فليعلم هذا شأنهم فليتدبر أمره مع شهبانه فلا دخل لنا في الأمر لم أعهدك مرتاح البال هكذا يا قحطان من أين أتيت بكل هذه السكينة وراحة البال؟ فلتتلطف بنا الأقدار ولترحمنا الآلهة فإن البلاء عظيم الآن أهجموا انتظر يا أزرق انتظر هذه القافلة تحت حمايتي ومنذ متى وأنت تحمين قوافل التجارة الآتية لمدينة يا شهبانه؟ من اليوم يا أزرق هكذا كنت تفعل أنت سابقاً دون أن أعترض طريقك واليوم أفعل أنا فإياك أن تعترض طريقي إياك أنت بذلك تعلنين الحرب وهذه ستكون حرباً خاسرة لي ولك إن أردت سلماً فدعنا نتحدث أما إن أردتها حرباً فنحن أهل لها يا أزرق وأنت تعرف جيداً قوة شهبانة ورجالها بسم الله الرحمن الرحيم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله انتشر الفساد أكثر فأكثر وراح صوت الدجل والكذب يسود في مدين وربوعها وتناقل الناس بينهم أن هناك من يعلم الغيب ويقبل النذور والقرابين يروجون للضلال والقفر وكأنهم خدمة الشياطين فلما علم أهل مدين بأن هناك من آمن بنبي الله شعيب عليه السلام راحوا يحاربونهم بالقول والعمل يضيقون عليهم أرزاقهم ويغلظون لهم القول وأخذوا يهددون نبي الله عليه السلام هو ومن معه ويتوعدونه بسوء الجزاء حتى يعودوا إلى ملتهم الأولى أو يكونوا من المنبوذين فما كان من نبي الله شعيب إلا أن ألان لهم القول ودعاهم للخير عسى أن يهديهم الله إلى صراطه المستقيم انتظر يا أزرق انتظر هذه القافلة تحت حمايتي ومنذ متى وأنت تحمين قوافل التجارة الآتية لمدينة يا شعبانة؟ إن أردت سلما فدعنا نتحدث أما إن أردتها حربا فنحن أهل لها يا أزرق وأنت تعرف جيدا قوة شعبانة ورجالها نحن بمعزل عن الآخرين تحدثي يا شعبانة ما الذي تريدين قوله؟ أغمد سيفك أولا يا أزرق فمثلنا لا يجب عليهم الحديث وسيوفهم خارج غمدها تحدثي إذن تعلم يا أزرق أننا إن دخلنا حربا أن كلانة سيكون خاسرا ثم ماذا؟ يجب علينا أن نتفق على رأي بيننا يكون فيه الخير لكلانة فلا نتقاتل بعده وما هو هذا الرأي يا شعبانة؟ خراج خراج أعطيه لك فيكون لك ولرجالك ثلث ما اغتنمته ويكون لي ولرجالي الثلثان ماذا؟ أنا ورجالي الثلث؟ هذا ليس بقليل يا أزرق ولما لا أخذ الغنيمة كلها وحدي؟ فالقوافل لا حصر لها وسيف بيدي لا يغمده عدو حينها تكون النهاية أرجو أن تكون قد فهمت أسمعت بأمر مؤمني شعيب؟ ماذا؟ أهناك من آمن بهذا النبي الزائف؟ نعم هم مجموعة من الأراضل والضعفاء صدقت يا أخي فليس شعيب إلا مدعي نبوة يأمرنا بأن نعبد إلها واحدا لنعرف عنه شيئا ونطرك ما وجدنا عليه أباءنا وأجدادنا بل ويأمرنا بالطقوة في البيع والشراء ألا يعلم هذا الرجل بأن هذه هي قوانين التجارة؟ وأن أهل مدين جميعا ينتهجون هذا النهج أي دين هذا الذي ينغص علينا حياتنا ويضع لنا المحذير؟ دعه يقول ما يقول ففي النهاية لن يتبعه أحد وأما عن هؤلاء الأراضل فسيكون لمدين شأن آخر معهم هل سمعت شيئا؟ ليس بعد ولكن كبار مدين لن يقبل بأن تنتشر دعوة شعيب بين الناس حتى لا تبور تجاراتنا كفان ما يفعله اللصوص وقطع الطرق بنا وبقوافلنا سنفعل ذلك لريب فهو أمر واجب على كل أهل مدين فما عيشنا إن سبت آلهتنا ونحن صامتون وبدأ قوم سيدنا شعيب عليه السلام يخططون للخلاص منه وطرده هو ومن آمن معه من الفئة القليلة فاجتمعوا وذهبوا إلى بيته ليهددوه يا شعيب إما أن تعود إلى ديننا ودين أبائنا وإلا طردناك من قريتنا أنت ومن آمن معك أتظن أنك ستقنعنا بترك ديننا؟ أنت واهم يا شعيب قال شعيب وكيف تريدون إجبارنا على أن نترك ديننا وأن نترك الحق وعبادة الله وحده بعد أمن الله علينا وهدانا للإيمان به يا قوم لا تجعلوا حبكم لمخالفتي وخصامكم لي وبما جئتكم به يدفعكم على الاستمرار في ضلالكم وجهدكم فينزل الله بكم العذاب كما أنزله بأشباهكم من الأقوام الكافرة من قبلكم من قوم نوح وقوم هود وقوم صالح الذين كذبوا رسلهم فخالفوا أمر الله تعالى وتحدوه نحن لا نفهم ما تقول من كلام أنت فينا ضعيف يا شعيب ونحن لن نستجيب لك يا شعيب إن لم تعد عما أنت فيه وتعود إلى عبادة آلهتنا سينالك منا أذى شديد ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولما أيقن شعيب عليه السلام أن قومه وصلوا إلى أعلى درجات النقران والعصيان لله تعالى وفقد الأمل من إيمانهم قال لهم بلهجة تهديد ووعيد فيما معناه إن كان هذا ما تريدون فابقوا على دينكم وكفركم وأنا ومن معي من المؤمنين سنظل على ديننا وإيماننا وسيبين الله تعالى من هو المنتصر فينا ومن هو الخاصر الذي سينال الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا راشد؟ بخير والحمد لله ولكن هناك أمر مهم فقد بدأ الناس يتعرضون لنا في الطرقات بعد أن رأونا نستحب نبي الله في ذهابه وإيابه فعلموا بأننا قد آمن بالله ورسوله وماذا في ذلك؟ فليفعلوا ما بوسعهم فوالله لن يردون عن طريق الحق بعد ذلك أبدا ووالله لا أجاهرن بإيماني بالله ورسوله في وسط أسواق مديا ولنرى ماذا سيفعلون؟ لا تفعل يا باعث فيكفي ما نلاقيه وعسى أن يكون فرج الله قريب ولكننا لن نقبل بأن تتعرضوا للأذى دوننا يا راشد فنحن إخوة في الله ما يصيبكم يصيبنا وما يضركم يضرنا فكيف نترككم تعانون وحدكم؟ إذن دعونا نسأل نبي الله أولا وما يحكم به يكون رأي صائب ونحن سننتظر رد نبي الله انظروا ها هي غنائمنا تأتينا بلا عناء فمن هو سيد الجبل إذن؟ شهبانة تبلغك سلامها يا أزرق وترسل إليك تلك الغنائم فليأخذ الرجال نصيبهم ولتحرص على توزيعها بنفسك يا مارق أمرك سيد الأزرق فليكن ما أمرت به شهبانة تعرفني وتعرف غاضبي جيدا الأزرق لا يسالم أحدا فقط هي مهادنة ثم نرى ما ستحمله الأيام القادمة أهذا أحد تابعي شعيب؟ نعم هو منهم أنا أعرفه جيدا وما صنعت هذا الرجل؟ إنه راعي غنم من أهل ماديا لمن يرعى؟ لنفسه لا لأحد إذن فليس له سيد؟ هو سيد نفسه أما قبيلته فهي من أصغر القبائل في ماديا إذن فوجب علينا إيقافه عند حده فلنفعل أنت؟ ومن غيرك أمامنا؟ نرجو أن يكون خيرا نريد أن نؤدبك يا رجل فمثلك واجب له الأدب يا تابع شعيب وعندما وجد شعيب أن قوم مدين قد بدأوا يعتدون عليه وعلى المؤمنين معه استنصى ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرخطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم وتفشى الكذب وساءت أحوال العباد فما عاد أحد يأبى المجاهرة بالمعاصي وهكذا كان حال الجميع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر وكلما أراد نبي الله شعيب عليه السلام أن يعظهم وجد منهم التكذيب فلما أصر على دعوته ما كان منهم إلا الترهيب والوعيد له وللذين آمنوا معه حسبكم يا رجال اتركوا الرجل وشأنه فلا حاجة لنا الآن للدماء أما أنت يتابع شعيب فاذهب إلى سيدك وأخبره بأن يلتزم بيته وليتوقف عن نشر دعوته بين الناس وإلا كان لنا معه شأن عظيم اذهب إلى حال سبيلك اذهب لماذا فعلت ذلك يا قحطان؟ إن أتباع شعيب لهم عندي ترتيب آخر إن لم ينتهوا ويرجعوا عما هم فيه نخشى أن تنتشر دعوتهم بين الناس يا قحطان وأنا أشد منكم خشية فإن شعيبا ودعوته بالنسبة لي هي العدو الأول وماذا إن عاد لفعلته هذه في الغد ورخ يدعو الناس لاتباع شعيب وترك دين آبائنا وأجدادنا أندعه حينها يا قحطان؟ هذا ما تأمرنا به يا سيد مديا؟ لن يجرؤ أحدهم على أن يدعو الناس جهرا بعد اليوم ولا حتى نبيهم المزعوم سأضيق الأرض عليهم حتى يختنقوا في بيوتهم إذن بماذا تأمرنا الآن يا قحطان؟ عليكما بمراقبته فإن جد جديد أبلغاني تريدنا أن نترك دين آبائنا وأجدادنا ونستمع لك؟ فمن تظن نفسك؟ أم هذه الصلاة التي تصليها قد أصابتك بالجنون؟ يقول شعيب أنا لم آمركم بشيء إلا وسأكون أول من يفعله ولن أنهاكم عن شيء إلا وسأكون إن شاء الله أول من يتركه منكم فلم لا تصدقون كلامي؟ يا قوم يا أهل مدين لقد رضيت عنكم الآلهة وباركت لكم في أردكم وتجارتكم وزروعكم حفظت أرواحكم وأرواح أبنائكم من الشياطين هيصرت لكم الحياة في المأكل والمشرب والمسكن إلا أن هناك من أغضب الآلهة وأثار سخطها وأخشى أن ينالكم نصيبا من غضبها فلقد انتشرت دعوة شعيب في الأسواق فاتبعه السفهاء من الناس وهؤلاء السفهاء لا خوف منهم ولا عليهم ولكن إن أنتم تركتم دعوته تنتشر بين الناس فإن غضب الآلهة سيحل عليكم لا محالة لا محالة فاتقوا غضبها يا أهل مديا وأخرجوا شعيبا من مدينتكم طهروا مدينتكم ممن كفر بآلهتكم وسفها منها فمديا منذ القدم ما كانت ترضى لدينها بدلا وأهلها ما كانوا ليكفروا بدين آبائنا وأجدادنا ويؤمنوا بدين شعيب هذه رسالة الآلهة إليكم فإياكم والتهاون إياكم والتهاون فبماذا تأمرنا الآلهة يا سيدة النظور؟ أخبرينا بالقضاء على دعوة شعيب ومن معه فلا يكون له رجعة لا يكون له رجعة أخبرني يا مارق ما هي أحوال مديا وما الجديد فيها كما هي سيد الأزرق لا جديد سوى غضب أهلها على شعيب ومن معه من معه؟ أو آمن أحد بما يقوله شعيب؟ نعم سيدي قلة من الرعاة والفقراء الذين لاوازنا لهم في مديا ألم ييأس هذا الرجل من دعوته هذه؟ فكم سمعنا وسمع الناس له دون أن يؤمن به أحد فلماذا هذا الإصرار إذن؟ يدعي بأنه رسول من الرب وأن هناك دار آخر وجنة ونار ويدعو الناس لفعل الخيرات ويحذرهم من الآثام والمنكرات وهل يكون للحياة طعم بلا آثام ومنكرات؟ أي دعوة هذه التي يدعوها هذا النبي المزعوم؟ ألا يعرف طبيعة أهل مدين؟ وماذا فعل أهل مدين به؟ وبمن آمن معه يا مارك؟ يتوعده في كل يوم بالطرد من المدينة هو ومن معه إن لم يرجع عن دعوته ويؤمن بآلهة مدين وهل قبل بهذا العرض؟ لم يقبل بل مزال يسير بين الناس يدعوهم دون يأس عجيب أمر هذا الرجل يبدو أن عقاب مدين سيلحق به قريباً أحقاً ما سمعنا يا قحطان؟ هل منعت الناس حقاً عن قتل تابع شعيب؟ لا نريد دماء الآن يا فارد يكفينا أن نحذرهم أولاً فإن لم يرجعوا عما يدعون الناس إليه نالوا منا ما يستحقونه ولكننا كنا سنرهبهم أكثر إن قتلنا أحد تابع شعيب أخشى أن تنتشر الفوضى بين الناس ونحن ما زلنا نلم لمؤثار ما فعله قطاع الطرق ولكن دعوة شعيب هي أخطر علينا من قطاع الطرق يا قحطان فبدعوته تبور تجارتنا وتضيع سيادتنا وهذا ما لا نقبله على أنفسنا صدقت أفارد صدقت فهذا ما أره أنا أيضاً وأخشى أن تصير دعوته حقيقة نراها في القريب على رسلكما أتعتقدان بأنني لا أفقه ذلك؟ إلا أن التعامل مع شعيب لابد أن يكون بحذر زاد التضييق على نبي الله شعيب عليه السلام هو وكل من آمن معه فراح أهل مدين ينصبون لهم العداء بالليل وبالنهار يحاربونهم في أرزاقهم ويمتنعون عن البيع والشراء معهم ويهددونهم بالقتل في العلن حتى ظن المؤمنون بألا مخرج لهم من هذا البلاء فأخذ نبي الله شعيب عليه السلام يصبرهم ويخبرهم بأن هذا هو نهج المؤمنين في كل زمان ومكان وأن الله أعد لهم عظيم الجزاء بما صبروا وأنه سيفرج قربهم ويبدل لهم أحوالهم ثم ينزل عذابه على القوم الكافرين ما هي أخبار شعيب ومن معه؟ ما زال يصر على ما هو عليه بل يزداد عدد من يدبعه من أهل مدين غريب أمر هذا الرجل ألا يدرك ألا سبيل لنصرته؟ يدعب أنه نبي من الرب الخالق أي نبي هذا؟ وأين دليل نبواته؟ أي حاول أن يخدعنا هذا الرجل بمثل هذه الأساطير سحقا له ولمن معه؟ إذا أصر على عناده فسيحل عليه غضب مدين إذا فلنجلس ونشاهد فيبدو لي بأن هناك أمرا عظيما سيحدث لقد قتلناه قتلنا شعيب وانتقمنا لآلهتنا بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا أكانوهم الخاسرين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله تحول الأمر من التهديد والوعيد إلى القتل والتنكيل فقتل أناس من أدباع نبي الله شعيب عليه السلام كما قتل قبل ذلك كثير من أدباع الأنبياء منذ فجر التاريخ فبشر الله عباده المخلصين بالخير في قوله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وإن كانت الآيات قد نزلت في شهداء أحد إلا أن عموم اللفظ لا يأبى ذلك ومن هذه الآيات ومن سياقات التاريخ كانت البشرى من الله لهؤلاء الشهداء في الدنيا وفي الآخرة جزاء بما قدمت أيديهم وبما صبروا وهذا هو الفوز العظيم برح أهل مدينة يكملون تهديدهم للمؤمنين بأن يرجعوا عن اتباعهم لنبي الله شعيب وإلا كان مصيرهم مثل مصير من سبقهم أسمعت بأمر تابع شعيب والذي حدث له ذلك الذي قوتل بالأمس؟ نعم هو يقال إنه راعي غنم واسمه راشد وهو أحد من آمنوا برب شعيب نعم كنت أعرفه لقد كان رجلاً مسالماً وقليلاً حديث إذن لماذا قتلوه؟ ما الذنب الذي اقترفه حتى يستحق بسببه الموت؟ هذا شأن سادة مدينة يا صديقي ولا دخل لنا بذلك لقد أوقدت تلك الدجالة النيرانة في قلوب الناس تجاه شعيب ومن اتبعه هذا هو فعلها سيدة نذور؟ أتنعتها بالدجالة؟ أوليست كذلك؟ ألم نكن نسميها بيننا بدجالة مدينة؟ ربما كنا نقول عنها هذا في الماضي أما الآن فأغلب الناس يطلبون رضاءها ولكن ما طلبت يوماً رضاءها وإلا أين يكون عقلي إذن يا رجل؟ أرى أن لهجتك قد تغيرت أضاء موت هذا الرجل قلبي لقد ضحى بحياته كي نرى الحقيقة ونفرق بين الحق والباطل ما هذا الكلام يا رجل؟ عن أي حقيقة تتحدث؟ الحقيقة واحدة وسبيل الحق واحد شعيب هو نبي الله حقاً ولا ريب في ذلك إننا قوم ضالون نتبع من ليس أهلاً للاتباع ونحارب من هو أهل للسمع والطاع أي قوم النحل يا رجل؟ وكيف وصلنا إلى هذا الحال؟ أحذرك أن تعيد كلامك هذا على مسامعي أحد غيري فيكون مصيرك كمصير تابع شعيب فليكن ما يكون فلقد آمنت بشعيب وربه ولتكن أنت أول الشاهدين على ذلك وعندما وجد شعيب أن قوم مدين قد بدأوا يعتدون عليه وعلى المؤمنين معه استنصى ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب فقال بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم مرحباً بسيدة الجبل زيارة غريبة لماذا فعلت ذلك يا أزرق؟ فعلت ماذا؟ دعك من هذا الحديث فأنت تتحدث مع سيدة الجبل مع شهبانة لما قمت بالسطو على القافلة الآتية من الشمال؟ أين العهد الذي قطعناه أنا وأنت؟ عهد؟ عن أي عهد تتحدثين يا شهبانة؟ ومنذ متى يكون للصوص عهد؟ هل تصورت بأنني سأرضى بما تقدمينه أنت لي من فتات؟ هل هذا هو ظنك بالأزرق؟ ألم تعرفيني بعد؟ يبدو أنني أخطأت حقاً بل وخطأ لا يغتفر يا سيدة الجبل وذلك حينما ظننت بأنك قادرة على حماية قوافل الشمال من سطوتي وقمت بإعطاء عهد لا قبل لك به لتجاري مدين الأغبياء هذه الجبال لا تكون إلا لأصحاب القلوب القوية يا ابنة عشيرتي ويبدو لي بأنك لست منهم إذن أنت تعلن الحرب هي معلنة دائماً وهذا ما لتفهمينه أنت يا شهبانة فلتكن الحرب وأرجو ألا يندم أحد على العواقب مثلي لا يندم على شيء أيتها الرقيقة فاذهبي وفعلي ما بدا لك وإن كنت أظن أن ليس بيادك شيء حسناً يا أزرق حسناً لنرى من سينتصر في النهاية أحقاً ما سمعته يا قحطان هل عدى اللصوص للإغارة على قوافلنا من جديد؟ هذا ما لم أستبعده يا مرمرة لقد كنت أعلم بأن ذلك سيحدث في القريب العاجل ولكن لماذا حدث ذلك؟ أين عهدهم معك؟ ولما لا يحدث؟ إنهم جماعة من اللصوص الأوغاد فلقد اختلفوا بينهم على الغنائم فكانت قوافلنا هي الخاسرة وماذا عن وعد ضاوية لي؟ يا لك من امرأة بلهاء أما زلت تحدثينني عن هذه الدجالة العجوز؟ إذن فقد خدعتني ضاوية وليست مهنتها هي الخداع فلما العجب إذن يا مرمرة؟ ظننتها ستحميك وتحمي قوافلنا بهذا النذر الكبير لقد خدعت كل أهل مدين وذلك كله بسببك بسبب حديثك عنها بين الناس عن كراماتها وقربها من الآليهة يبدو أنني كنت بلهاء حقا ولكن النذور كفاك حديثا عن النذور يا امرأة ودعيني أفكر في مخرج لهذا البلاء العظيم ما هي خطتك الآن يا أزرق؟ أنت تعرف كيف يكون غضب هذه البلاء؟ أعلم بأنه قد جن جنونها الآن ولكن ليس بيدها شيء لتفعله هي تعلم بأن قوتي وقوة رجالي أكبر من أن تقف هي ورجالها أمامهما ستغضب لفترة ثم ستهدأ وتدرك بأن سيادة الجبل لا تكون إلا للأقوى وماذا إن بدأت هي بالقتال يا أزرق؟ فلتفعل ولنرى حينها لمن تكون الغالبة فكم أحب مثل هذه المشاحنات التي تضيف على الحياة بهجة من وقت لآخر قد نفقد حينها الكثير من خيرة رجالنا لأنها ستكون معركة حامية هذا هو قانون الجبل يا مارك ولا تبديل له البقاء للأقوى والأشرس إذن هل أبلغ الرجال بالاستعداد؟ لا ليس الآن وإن كنت أتوقع بأن تحدث المعركة في وقت ليس ببعيد عمت مساء يا عقبة كيف حالك يا أخي؟ حالي تعلمه يا فارد فبعد ما حدث في طريق القوافل بارت تجارتنا وساءت الأحوال عما كانت عليه صدقت فكم ساءت الأحوال حقاً ولكن أخبرني ما رأي قحطان فيما نحن فيه؟ وماذا سيفعل قحطان؟ حاله كحالنا فليس بيده شيء فالآن بات طريق القوافل وكأنه طريق الموت من يمر عليه يقتل ولا يكون له دية ولا يعرف لجسده قبر أيضاً أوسيستمر هذا الحال طويلاً يا عقبة؟ أليس هناك مخرج مما نحن فيه؟ حتى هذا السؤال لا نعرف لمن نسأله فجميعنا لا يملك الإجابة فارد فلنجتمع بمعشر التجار إذن ونتباحث في الأمر في أقرب وقت فلنفعل وإن كنت لا أرى إلا مخرجاً وحيداً لما نمر به من أزمات وما هو هذا المخرج؟ فلتأتني به نضاعف أسعار البضائع هذا هو المخرج الوحيد والناس يا عقبة ونحن يا فارد نحن لا مخرج إلا هذا وإلا بارت تجارتنا وانتهت تجارتنا أولى من أي شيء وليذهب الناس إلى الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله لما جمع الناس أمرهم على طرد نبي الله شعيب عليه السلام هو ومن معه من أرض مدين راحوا ينقلون الأخبار بين بعضهم البعض متعللين بأن لعنة ضيق الرزق وقلة البركة وزيادة الضغائن بين الناس قد حلت عليهم بسبب وجود نبي الله شعيب ومن آمنوا معه بينهم وجدوا أنه لا شيء يذهب تلك اللعنة ويعيد لهم أمنهم إلا بخروجهم مطرودين غير مأسوف عليهم فلما أعاد نبي الله دعوته على أسماعهم مرة أخيرة قالوا إن كنت نبي الله حقا فأنزل علينا ذلك العذاب الذي توعدنا به وإلا فأنت من الكاذبين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم أسامعت بآخر أخبار شعيب خيرا ما الذي حدث؟ لقد اتفق هو وسادة مدين بأن يخرج غدا من المدينة هو ومن معه ولا يبقى فيها أحد من أدباعه وإلا ناله الأذى وحينها لن يعصمه أحد من بطش مدين خيرا فعل فكمللنا من هذا النبي الزائف ومن نصائحه التي لا تنتهي صدقت يا رجل لا أدري كيف اتبعه حزب من الناس أين كانت عقول هؤلاء البلهاء؟ بحق الأيكة ما اتبعه إلا أراضل مدين وضعفاؤها فما كان لرجل ذي هيبة ومال أن يتبع شعيبا وربه في كل الأحوال هذا خبر جيد وآمل أن ينتهي هذا الكابوس على خير ذهب المؤمنون في خفاء عن أهل مدين وعن أعين الناس يحميهم ظلام الليل وعتمته متوجهين إلى بيت نبي الله شعيب عليه السلام فأخبرهم بأن الله عز وجل قد أمره بالهجرة وأن يترك المدينة هو ومن آمن معه قبل أن يحل عليها العذاب ولما أيقن شعيب عليه السلام أن قومه وصلوا إلى أعلى درجات النقران والعصيان لله تعالى وفقد الأمل من إيمانهم قال لهم بلهجة تهديد ووعيد فيما معناه إن كان هذا ما تريدون فابقوا على دينكم وكفركم وأنا ومن معي من المؤمنين سنظل على ديننا وإيماننا وسيبين الله تعالى من هو المنتصر فينا ومن هو الخاصر الذي سينال الخزي والعذاب في الدنيا والآخرة يا شجاعة يا شجاعة خيرا يا ثائر ماذا بك؟ لقد أتى أمر الله يا شجاعة لقد أمرنا نبي الله بالهجرة هل سنترك مدينا حقا؟ نعم إنها الهجرة يا زوجتي العزيزة إنه الأجر الأعظم في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله ليرحمنا ربنا من هذا الضيق الذي نحياه عسى أن يبدل الله حياتنا من حال إلى حال إنه هو الرؤوف الرحيم ومتى يكون ذلك؟ اليوم إن شاء الله قبل مغيب الشمس فلقد أخذ نبي الله العهد من القوم بأن يخرج هو ومن آمن معه خارج مدين آمنين دون أن يمسنا سوء كم تمنيت أن يهتدي قومي إلى صراط الله المستقيم إنها إرادة الله يا شجاعة فالله يعلم من هو أهل للإيمان ومن هو أهل للكفر صدقت يا ثائر صدقت على بركة الله اللهم أتم لنا هجرتنا اللهم تقبل صالح أعمالنا عجيب هذا الأمر عن أي أمر تتحدثين يا زوجتي؟ أراك مبتسما على غير عادتك ما الأمر إذن؟ كل خير يا زوجتي العزيزة فأخيرا سنرتاح من شعيب وخطره كيف هذا يا فارد؟ لقد اتفقنا معه بأن يخرج من مدين هو وكل أتباعه ولا يعود إلى مدين بعد ذلك أبدا حتى لا يطاله من الأذى أو قبل بذلك؟ هو وأتباعه؟ وكيف له أن لا يقبل وهو يعلم بسطواتنا ونفوذنا في مدين؟ وها قد رأى بعينه كيف كان غضبنا فلقد قتل أحد تابعيه على يد أحد رجالنا وهو يعلم ذلك وماذا عن قبيلته يا فارد؟ أتتخلى عنه؟ عن أي قبيلة تتحدثين يمرأة؟ لم يؤمن من قبيلته أحد قط ربما فرد أو فردين أما القبيلة فغاضبة عليه وغير راضية عن دعوته بل وتتأفف منه مثلنا إذن حق لك الصرور يا زوجي العزيز فها هو عدوك اللدود قد راحل ولم يبق إلا أمر لصوص الجبل الملاعين صدقتي يا امرأة صدقتي أتمنى أن يهدأ الأمر في أقرب وقت وتعود مدين لما كانت عليه في الماضي يا فارد سيحدث يا زوجتي العزيزة سيحدث فعندما يخرج شعيب تخرج اللعنة فليذهب ليعود الأمن والأمان من جديد هكذا سمع أهل مدين من سيدة النذور مرة أخرى تحدثينني عن هذه المرأة الشمطاء كفاكي يا امرأة كفاكي لم أتوقع أن يقبل شعيب شروطنا بالخروج من مدين بهذه السهولة يا قحطان وكيف لا؟ وهو لم يجد من يناصره من قومه وكما تعلم فكل من اتبعه من الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة نحمد الآلهة على ما اتفقنا عليه فها هو قد أراحى واصطراح كم خفت أن يؤمن به الناس وتزداد شوكته بين القبائل وهل كنا سنقف مكتوف الأيدي يا قحطان ونترك رجلا مثل شعيب يتأمر علينا نحن سادة مدينة وتجارها في كل الأحوال كنا سنزيحه من طريقنا فهذا أمر سهل علينا لم يبقى لنا الآن سوى أمر لصوص الجبل يا عغبة آه هؤلاء الأوغاد حاولنا كثيرا معهم لكن دون فائدة أعتقد بأن الحال سيتغير قريبا هذا ما أرجوه ألديك خطة؟ ليس بعد ولكنني أرجو أن نجد الخطة معا في القريب العاجل لقد أفسد الأزرق كل شيء لم يكن لمثله أن يصدق في قوله أبدا لقد تطاول حينما لم يجد من الرد الذي يليق بسوء فعله آه وما العمل الآن يا شهبان إنه يأخذ كل شيء ولم يبقي لنا شيئا لم تعد هناك قافلة تسير في هذا الطريق انقاطعت قوافل التجارة بسببه لم يبقى أمامنا طريق آخر وجب علينا قتاله لماذا تأمرين يا شهبان استعد وأبلغ الرجال بالاستعداد للقتال أمرك أمرك يا سيدة الجبل يبدو أنها ستكون نهاية أحدنا يا أزرق فلم يعد الجبل يحتمل كلانا خرج نبي الله شعيب عليه السلام من مدين متوجها إلى الشمال يدبعه كل من آمن معه وكانوا قلة يا أهل مدين يا أهل مدين أغلقوا عليكم أبوابكم فإن الأزرق ورجاله في طريقهم إلينا بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله خرج نبي الله من مدينة يدبعه أصحابه مهاجرا إلى أرض أخرى أرض طيب أهلها أرض يعبد الله فيها وحده ولا يشرق به شيئا هذا بعد أن أخبره الله بأن سخطه سينزل على أهل مدين ولن يبقي من أهلها أحدا لينجي الله عباده المخلصين ويهلك القوم الظالمين الذين كفروا بآيات الله فاستحقوا عذابه الأليم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعيدت ثمود صدق الله العظيم أعلمت بنبأ الأمس أتقصد أمر لصوص الجبل نعم لقد كان أمرا مفزعا حقا فما عاد أحد في هذه المدينة آمنا على حياته بعد اليوم كما أخشى أن يعود الاقتتال من جديد يقال بأنهم تفرقوا بين الجبال ولم يبق منهم أحد وأن جثثهم راحت تملأ السهول والوديان بل سمعت بأن من تبقى منهم قد دخل مدينة متخفيا هاربا من جحيم الاقتتال إذن فالخطر بات أقرب الآن يا صديقي كما أرجو السلامة لي ولأسرتي ولا أبتغي غير ذلك وهل سمعت عما وعد به شعيب قبل خروجه من المدينة؟ لا، هذا قال هذا النبي الزائف الذي خذلته الآلهة وفضحت أمره بين الناس قال بأن ربه سينزل بنا العذاب استجابة لطلبنا هل سمعت حماقة كهذه من قبل؟ بحق الآلهة، ما طلبنا منه ذلك إلا استهزاء به، فعن أي عذاب يتحدث هذا الرجل؟ هذا ما قاله، وأنا لا أعلم الآن بأي عذاب ننتظر؟ أعذاب اللصوص الذين دخلوا مدين، أم عذاب شعيب وربه؟ إنها من المبكيات المضحكات صدقت يا رجل، صدقت ما هذا الذي نراه؟ هذه الغمامة لم نر مثلها قبل ذلك أبداً يبدو أن المطر هذا العام سيكون عظيماً نعم، فيبدو أن السحابة هذه المرة معبأ بمطر غزير مطر الخير بعون الآلهة، فكم عانينا الجدب في العام الماضي وبخروج شعيب وأتباعه من المهرتقين والفسقة حلت علينا البركة، فأرسلت الآلهة هذه الغيمة لكي ندرك رضاءهم عنا وقبولهم قرباننا أصابت الحديث يا رجل، هذه غمامة خير، فلندعو الناس ليروا آيات الرحمة تتنزل علينا من آلهتنا، اجمعوا الناس ولنبتهل بالدعاء جميعاً عسى أن تكون ساعة إجابة وبركة يا قوم، يا أهل مدين، لقد أرسلت آلهتنا العوالي غمامة الرحمة لنستضل بها ولكي يعلم الناس بأن الخير قادم لا محالة اجتمعوا أيها الناس وتركوا ما في أيديكم عسى أن ترضى وعنكم الآلهة وبذلك نكون قد حصلنا على أرباحنا التي كنا نتوقعها قبل أن تسلب منا قافلة الشمال بل ونستطيع حينها أن نحول تجارتنا إلى الجنوب هذا العام حتى يعود الحال لما كان عليه في العام المقبل ما هذه الغمامة؟ هل رأى أحدكم شيئاً مثل هذا من قبل؟ لم أرى شيئاً كهذا من قبل هذا ليس وقت سقوط الأمطار على مدين ولكن يبدو أن الخير قد جاء مبكراً لنا هذا العام آه دعونا من أمر الغمامة والنكم الحديثنا لقد اتفقنا على أن نعرض بضائعنا بأضعاف ثمنها حتى نعوض بعض ما خسرناه فالناس وقتها لن يجدوا بديلاً كون طريق القوافل أصبح مهدداً وملئاً باللصوص هذا هو أفضل وقت لنفعل ذلك فمن قبل أسعارنا الجديدة بيعنا له ومن لم يقبل منعنا عنه تجارتنا وحينها لن يجد البديل في مدين أو في القرى المجاورة لا لا أعتقد بأن أحداً منهم سوف يرفض فنحن نبيع لهم كل شيء الطعام والشراب والأقمشة والأخشاب ليس للناس بديل يا قحطان صدقت يا عقبة صدقت ليس لهم بديلاً عنه ولن يتجرأ أحد على معارضتنا بعد اليوم بعد أن صرنا أصحاب الأمر والناهي في مدين ولم يعد هناك من يعارضنا أمرنا وما قولك أنت يا قحطان ينتابني شعور غير جيد لا أعرف لماذا أشعر أن هناك شيئاً سيحدث ما عاد الأمر يبشر بخير لقد حلت على مدين اللعنة حلت عليها اللعنة الحمد لله الذي أنجان من هؤلاء القوم الظالمين والذي وفقنا بفضله لصحبة نبيه الكريم كم تمنيت أن يكون راشد معنا في هذه اللحظات سلامتك يا أماه سلامك الله يا ولدي وحفظك من كل سوء أأنت بخير؟ وأي خير يا ولدي فسبحان من نجاني من الشرك وجمعني بنبي الله وجعلني من المؤمنين فاللهم لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك ربي إنك أنت الغفور الرحيم نجى الله المؤمنين من ذلك العذاب الذي سيقع على قوم مدين فما كان الله ليعذب قوماً وهم يستغفرون فهاجروا إلى أرض جديدة وعاشوا فيها آمنين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً وذلك جزاء المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور الرحيم صدق الله العظيم استفتح شعيب على قومه واستغفر ربه بتعجيل ما يستحقونه من العذاب فدع الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم فأصابهم حر شديد وأسكن الله هبوب الرياح عنهم سبعة أيام فكان لا ينفعهم ماء ولا ظل فوجدوا ظلة فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها فلما نزلوا تحتها جميعهم أرسلها الله ترميهم بشرار وشعب وفي ذلك يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم فهربوا إلى بيوتهم فزلزلت الأرض من تحت أقدامهم ورجفت بهم الأرض وزلزلت زلزالا شديدا كما قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فأخذتهم الرحيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين صدق الله العظيم وجاءتهم صيحة من السماء أخمدت الأصوات وأزهقت الأرواح فقد قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صدق الله العظيم فصاروا جثثا لا أرواح فيها ولا حراك بها ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين كما قال أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين صدق الله العظيم رجع شعيب إلى قومه ليرى الجثث والأرض هامدة فكلم الجثث وهم موتا كما قال الله عز وجل في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين صدق الله العظيم أي قد أديت ما كان واجبا علي من البلاغ والنصح وحرست على هدايتكم بكل ما أقدر عليه فكيف أحزن على قوم كافرين ودعكم أيها الأحباب على أمل اللقاء بكم مجددا مع قصة أخرى من قصص الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ترجمة نانسي قنقر